زار اللواء خالد عبد العالم محافظة القاهرة المصابين النجيم من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحي السلام بمستشرة السلام ووجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتبعتهم حتى تحسن حالتهم وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا فجر اليوم يفيد بنهيار عقار مكون من بدروم وارض وتسعة طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة عمر بن الخطاب بحي السلام وعلى الفور انتقل محافظة القاهرة الى موقع الحادث لمتابعة عمليات انقاذ القاتلين بالعقار حيث تم نقره 23 حالة اصابة الى مستشرة السلام وثلاث حالات وفاة وجار البحث عن اشخاص تحت الانقاض